اشتركوا في القناة 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 الفترة هاي الصعبة اللي بيطلع يعني اللي مرأ فيها. طيب ولائها باهبة بتقول ممكن تحكي لنا عن الأجبان اللي بصير يأكلوها بهذا العمر. شو المفيد والمضر منها؟ تمام. إذا بنننجأ للأجبان كتير مهم نعوض عاطفالنا على أجبان طبيعية. لما نحكي أجبان طبيعية يعني معمولة من حليب وليست أجبان مصنعة. بمعنى مثلا أجباننا البيضة أجباننا العربية حلوم تشادر موزاريلا عادة هاي أجبان معمولة من الحليب 100% بنصح إنه ما نعوضهم على الأجبان المصنعة زي الأجبان المثلتات أو الدهن أو الأجبان اللي بتكون سلايسز لأنه أول إشي شوية الأملاح فيها عالية كمية البروتين فيها أقل وكمان حتى الكالسيوم ما بتكون 100% زي الأجبان الطبيعية يعني ما نستسهل إنه نحط لهم دهن وهذا الحكي أحسن إنه يكون الجبان اللي إحنا منجيبها. تضبط. إذا حابين يدهنوا ممكن حمص لبني هاي أسهل إشياء تندهن والأجبان الثاني كمان نعطيها قطعة صغيرة أو بسندوشات أو نسخنها شوي عشان الطفل يقدر يعني ما يتغلبه و بياكل بهاي الصندوشات. تمام وزينا التميمي يعني بتقول لك عندي طفل سنتين وتمنت شهر وما بشرب الحليب غير مرة كل كم يوم وما بياكل منيح تركيزه فواكه أكتر وخياره جزر وزبيب أما بالنسبة للأكل فما في يعني ألطهم فما في أكل. هلا بالنسبة للحليب بكتير مهم لأنه مصدر مهم للكالسيوم في عنا بدائل إذا بيأخذ لبن ولبنية ممكن يعوض ممكن يحتاج مكملات من الكالسيوم باستشار الطبيب وكتير مبساطة إنه بيأكل جزر وخضرة وزبيب وهي الأشياء برضو في عنا مصادر تانية للكالسيوم الموجودة بس عن جد إذا الطفل ما عم بيأخذ احتياجاته يعني لا بيشرب حليب ولا بيأخذ جبنة ولا لبنية ولا لبن هون ممكن تضطر إنه تشوف الطبيب إذا فيه بيحتاج لمكملات من الكالسيوم مع أنه فيه مصادر تانية من الكالسيوم النباتية ولكن ممكن ما ترطي احتياجات الطفل طيب بالنسبة للحليب أوم فيكتوريا كمان عندها سؤال بتقولك كم عدد مرات شرب الحليب هل فقط عند النوم أي مرتين خلال 24 ساعة ولا نحاول وقف الحليب نهائياً لا أبداً ما نوقف الحليب بس إذا هو متعود يأخذه بزجاجة الرضاعة هاي من الأخطاء شوي أو الطفل بتعود عليها ممكن تأذي سنانه ممكن إنه الطفل إذا إمنى زجاجة الرضاعة منه يبطل الحليب العادي يشربه بالكاسة فعادة من عمر سنة إلى ثلاث سنين بحاجة تقريباً لكوبين من الحليب بالنهار وممكن تقسمها من خلال النهار زي ما بتهم أوكي كنا عم نحكي على موضوع العسل وقده فيه سن معين مش لازم الطفل ياخد فيه عسل اليوم آية عم بتقول مرحبا متى يستطيع الطفل أكل العسل وهل صحيح أن ملعقة من العسل والثوم يومياً جيدة للطفل؟ تحياتي تمام هل العسل مفيد أكيد فيه عنا مواد مضادة للأكسدة وكمان مهمة للمناعة والثوم كتير مفيد بس يمكن التوم ما يتقبله الطفل ممكن بالطبيق ممكن باللبن يعني حال حسب إذا بتقبله الطفلها كتير ممتاز يعني هذا إشي كتير مياه لكن العسل لا تدخل للطفل أقل من عمر سنة دائماً بعد عمر السنة ممكن تدخل العسل وبرضه ما نعطيه كميات كبيرة منه لأنه بالآخر هو سكر فإذا أخذ معلق قبل النهار تدوب بالحليب تدوب بالكاكاو أو شيء ما فيه أي مشكلة ولكن لازم يكون سنة بقى بالزبط قبل السنة ممنوع عسل ممنوع عسل نعم طيب أمتالا بتقول كم حصة أسبوعية لازم الطفل يأكل بروتين حيواني البروتين هلأ البروتين في عنا عدة مصادر إذا عم تاكل جاء بتاكل جبنة بتاكل بيض بتاكل حمو صفول بس إذا على الغداء هاي دائماً السؤال اللي كتير شائع قدية الطفل اللي بحتاج تقريباً من 30 إلى 60 يعتبر كافي من عمر سنة إلى ثلاث سنين من 30 إلى 60 ستين يعني تقريباً نص درجاج أو لما نحكي قطعتين صغار أو ثلاثة راس عصفور هاي يعتبر كفاية لطفل من عمر سنة إلى ثلاث سنين وزيادة اشتركوا في القناة